السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ميس اسماء على قناة ساينسوز ميس اسماء حبيبي ستوزينت اوف برب 2 اهلا بيكو يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد لسن 4 فروم يونت 1 ووتر بار 2 اللي هنبدأ نتكلم فيه على الكيميكال بريبارتز اوف ووتر يا ترى ايه هي الخصائص الكيميائية للمية اول حاجة ان المية لها تأثير متعادل على ورقة عباد الشمس سواء كانت ريد او بلو فالمية مش بتغير لا الورقة اللي لونها ريد ولا الورقة اللي لونها بلو بشرط انها تكون بيور ووتر تكون ايه مياه نقية هي ليها تأثير متعادلة ولا هي حامضية ولا هي قاعدية لا ليها اسيدك افكت ولا ليها الكالين افكت هي نيوترال متعادلة يبقى دي اول حاجة في الكيميكال اكتيفتي معايا تاني حاجة هنتكلم عنها مهمة جدا خالص هي الالكتراليسز اوف ووتر او تأيين المياه او التحليل الكهربائي للمية يعني ايه تحليل كهربائي للمية يعني انا هبدأ امسك المية دي احللها لمكوناتها الاساسية مش انا قلت الووتر بتتكون من ايج تو او اتنين هايدروجين مرتبطين بواحدة اكسوجين صح طيب انا هنا هبدأ اعملها الكتراليسز اعملها تحليل كهربائي عشان هبدأ افصل الاتنين عن بعض فيطلع لي الهايدروجين لوحده والاكسوجين لوحده طيب هعملها ازاي قالنا الفكرة كلها ان انا هحاول اعمل ااا الاكترك سيركت دايرة الكهربائية ان انا هجيب بيتوري وهاجيب البيتوري زيت ااا هوصلها بتو كبابر واير savoir والكبابر واير محصلهم بتو بنسل بأيلمين رصاص عشان يبقى ما ي شتغل كانه مثلا inclusus الكسود لهو متصل بال 했는데 هيبقى هو ده الكاسود. هو ده الكاسود عليه. واحد تاني هيبقى هو القطب الموجب. عشان هو متوصل بالقطب الموجب للبطارية. يبقى المتوصل بالنجاتف هيبقى هو الكاسود. المتوصل بالبصدف هيبقى هو الانود. وهحطوا فيهم ايه؟ ومجرد ان انا اقفل الدايرة بتاعتي هلاحظ ايه؟ هلاحظ فيه بابلز ظهرت في التوتستي تيوب اللي انا كنت احطاهم دول. بس فيه شرط مهم جدا 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 لازم اعمله في الووتر بتاعتي. احط جوه الووتر بتاعتي شوية سوديوم كاربونيت. طب ليه يا ماس حطينا سوديوم كاربونيت؟ اصل البيور ووتر المياه النقية. المياه النقية جدا دي لا توصل الطيار الكهربائي. انما المياه اللي جواها املاح بتقدر توصل الطيار الكهربائي. فعشان كده انا لازم اعمل الووتر بتاعتي اما احط فيها سوديوم كاربونيت عشان يبقى فيها سوديوم ومجموعة الكاربونيت فتبدأ تدقيه يبقى فيها قدرة على التوصيل الكهربائي. او ان انا احط فيها نقطة من ال البيور ووتر برده. بردو عشان يبقى فيها مختلفة فتقدر توصل الايه الالكتريسيتي. لان البيور ووتر ضازنت اه 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 كوندوكت الايكتريسيتي. بيروووووووتر دوزنت كوندوكت الايكتريسيتي. بيبقى هنا لازم في الووتر بتاعتي ااد اه اماونت كده او اه اه اسبون اف اه او سوديوم كاربونيت. طيب مع الووتر اللي حطيت لها اللي حتطلعها سوديم كاربونات هيبدأ يحصل إلكتروليسز للووتر وهلاقي فيه بابلز بدأت تتكون في التستي تيوب بس التستي تيوب اللي هي عند البوزتف بول اللي عند الأنود هلاقي الهواء اللي تكون فيها كميته أقل من الهواء اللي تكون في التستي تيوب اللي عند الكاسود طب إيه اللي حصل قال لنا طب هنعمل تجربة بقى عشان نعرف إيه نوع الجاز اللي طلعت عند الأنود وايه نوع الجاز اللي طلع عند الكاسود أول نحية الأنود نحية الإيه الأنود هلاحظ إن الجلوينج بتاع الشعلة دي هيزيد توهجها هيزيد دي بقى داي يقولي إن اللي طالع عند الأنود هو الأكسجين عشان الأكسجين بيزود الاشتعال طيب لو رحت ودت الكلوينج سبلينت دي عند الكاسود هلاحظ إن حصل لها بوب ساوند اتحرقت بإيه بفرقاء يبقى اللي طالع دا مين؟ الهايدروجين جاز يبقى الهايدروجين جاز افولف اتاكسود والأكسجين جاز افولف اتا ذا أنود يبقى دا الملاحظة بتاعتي إن الفوليم اف ذا افولف جاز افاف ذا كاسود اللي طالع عند الكاسود تقريبا ضعف حجمه ضعف الحجم الغاز اللي طالع عند الأنود تاني حاجة إن بيطلع بصوت فرقاء بيزود التوحج فمعنى كده ان الهايدروجين جاز افولف اتاكسود اكسجين جاز افولف اتا ذا أنود طيب الاسيديفايد ووتر او برضو بيحصل لها دي كومبوز باي الكتريستي انتو المانس اللي هي الهايدروجين والأكسجين والشكل اللي أنا شايفها قدامي دوت الاباريتس دي اسمها هوفمان فولتميتر او فولتميتر العالم للتحليل الميا اللي بعمل فيه الالكتروليس للووتر ان هايحصل لها هتدين والأكسجين فعشان كده الفكرة كلها ان انا بحط او بحط زي ما عملت في التجربة فعندي في اللاب حطيت الووتر مع سوديوم كربونات عشان ده سؤال برضو من ضمن الاسئلة المهمة اللي بتجيلي طيب في حاجة تانية بقى قالينا لو انا عايز احسب حجم الهايدروجين جاز المتصاعد بمعرفة حجم الأكسجين المتصاعد يعني هو قالي مثلا ان الاسئلة المتصاعدة يبقى الأكسجين هيبقى half of it هقسم الفور ديفايد دو هتطلع two يبقى العلاقة ما بينهم القانون اللي لازم اعرفه في دماغي ان حجم الهايدروجين ضعف حجم الأكسجين طيب يجلنا سؤال جيف ريزون اللي أنا قعدة بقول عليه من بدري ويقول adding few drops of diluted sulfuric acid or sodium carbonate to pure water لي لازم احط على pure water نقط من sulfuric acid او من sodium carbonate عشان pure water is a bad conductor of electricity عشان pure water a bad conductor of electricity to make water conduct electricity طيب لل glowing is plant increasing by approaching its to anode of half multimeter during the electrolysis لي حصل glowing عشان يطلع عند الانود دمين oxygen gas because oxygen gas evolve as anodes that increase the glowing of this plant طيب كده خلصنا electrolysis of water بعد ما خلصنا electrolysis of water حبدأ أتكلم على water pollution أو تلوث المياه طبعا مع استخدامتنا الكثير للمياه في agriculture في industrial في development activities كل دوت بيؤدي لل water pollution ما هي المصانع هتعمل الصرف بتاعها في مية البحار أو المحيطات فده هيؤثر على المياه العادية بتاعتي فهيلوثها agriculture أنا بستخدم المياه في الزراعة طب الزراعة دي مش أنا باستخدم فيها مبيدات حشرية وباستخدم فيها كيميائيات وباستخدم فيها أسمدة وترجع تاني المياه فده برضو هيعمل لي pollution لل water فلما اجي اعرف اي هو water pollution هو اضافة اي مادة للمياه تسبب مع الاستمرار تسبب اي في تغير واخصائصها يبقى اضافة اي مادة للمياه تغير من خصائصها يبقى داعو ورا عن تلوث للمياه فبقولي water pollution is the addition of any substance to the water which causes continuous gradual change in the water properties affecting the health and the life of the living creatures وده هي يؤثر على صحة وحياة الكائنات الحية حنيجي نتكلم على water pollutant and their harm يطرق ايها ملوثات المياه والتأثيرات السلبية بتاعتها على الانسان او الحيوان قالنا المياه ممكن تتلوث بعدة عوامل اما تكون حاجة natural حاجة طبيعية ملوث طبيعي للميا او artificial والartificial ده اكيد بايه بالhuman activities الصناعي ده نتيجة انشطة الانسان المختلفة فالnatural ده عن طريق natural فنومنان زي قالنا ظهور مثلا volcanic eruptions volcanic eruptions او البركين ونشاط البركين ده بيؤدي حاجة طبيعية ممكن تؤدي لتلوث الووتر يبقى volcanic eruptions ده natural pollutant death of living organism برضو ده natural pollutant lightning combined by thunderstorm لو كان في برق معاه راض في العواصف الراضية ده ده بيؤدي للايه لتلوث المياه يبقى lightning combined by thunderstorm death of living organism والvolcanic eruption كلها ايه natural pollutants طب تعالوا نتكلم على artificial pollutants الملوثات الصناعية الصور بتاعها human activity نشاط الإنسان زي ايه مثلا استخدام insecticides في oil fertilizers ده يؤدي التلوث المياه يبقى the overuse of chemical insecticides and fertilizers ده artificial pollutants throwing sewage and factories waste and leakage of petroleum oil in seasoned river ان ارمي المجاري الماء المجاري او الحاجات بتاع المصانع صرف المصانع او يبقى فيه مثلا تصرب للبترول في المية البحار او الانهار ده تلوث من سبب الانسان البيرنينج الف cool and oil ان انا احرق الفحم والبترول بيطلع عنهم طبعا الغازات اللي بتطلع في الجو وبتعملي الاسيد crane او الامطار الحامضية والضباب وده برضو من الارتفيشيال اي بيليوتن يبقى دول الارتفيشيال بيليوتن طيب هنيجي نتكلم على انواع الووتر بيليوشن التيبز اف البيولوجيكال بيليوشن و البيولوجيكال بيليوشن او التلووس الحيوي ده ناتج من خلط ما بين الانيمال والهيومن ويست الووتر يبقى مكسن الانيمال ويست الووتر يدين البيولوجيكال بيليوشن طب الهارمز بتاعته ايه انه بيدي انفكشن مني ديزيز زي بالهارسيا والتيفويت والهيباتريتز اللي هو ان انا عامل صرف المجاري وصرف المصانع وفي مياه الانهار والبحار والقنوات ده بيؤدي الكميكال بليوشن طيب في الكميكال بليوشن عايزك تأكد على الحاجة مهمة جدا ان مثلا في حاجات كتيرة هيبقى اساسها خلايا هتموت بسبب وجود حاجة معينة في الماء فقالي لو الماء لو انا مثلا باكل سمك السمك ده عايش في مكان مش نظيف وجسمه مشبع بالليد تمام بالرصاص هيؤدي الديس اوف برينسل يبقى الديس اوف برينسل جاي من الايه الهاي كونسنتراشن اوف ليد طيب ممكن في حد يتصب البلايدنس من المياه الملوسة كيميائيا لما يشرب مياه كتير تحتوي على كميات عالية من الميركري يبقى البلايدنس هيجي من الميركري طيب ممكن في ناس بيجي لها بسبب انه بيشرب مياه مش نظيفة بتحتوي على الارزينيك يبقى الليد هيدينا الميركري بلايدنس والارزينيك هيدينا نخلي بنا منهم كتير عشان بيجوا كتير في الكمبيت طيب التلوث الحراري التلوث الحراري ده ناتج من ايه من ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق التي تحتوي على المياه نتيجة استخدام هذه المياه في تبريد المفاعلات النووية يبقى السبب بتاعها rising of temperature of some marine zone which you use water for cooling the nuclear reactor طيب التلوث الحراري للمية ده بينتج عنه ايه بينتج عنه ان الكائنات الحية الكائنات البحرية اللي بتعيش في المية دي بيحصل لها وتنتهي وبتموت طيب الradient pollution او التلوث الاشعاعي والتلوث الاشعاعي ناتج من ان انا احط atomic waste في ocean او seas يبقى dumping the atomic waste in ocean and seas او الاشعاعي وش نركز برضو في الحية دي كويس any nuclear reactor cause both thermal pollution and radiant water pollution طيب هنبدأ نتكلم ازاي اعمل بقى للووتر from pollution ازاي احمل مية من التلوث اول حاجة ان امنع وصول the sewage waste of factories and dead animal in river and canals امنع وصول الحاجات دي للمية وما عملش صرف للمجاري في المية وما عملش صرف للمصانع معملش صرف للمصانع جوه المية ده هيؤدي ان انا هقلل التلوث بتاعها يبقى تاني حاجة لو انا عندي water تانك عندي خزانات مية تملي عمل لها تعقيم والخزانات العزول بتبقى فوق العمرات دي لازم تتعقم كويس على فترات دورية للحفاظ على المية يبقى بطريقة دورية تاني حاجة ان انا تاني حاجة ان انا don't store the don't store the tape water بلاستيك بلاستيك باطل ما ينفعش ان انا اخزنا المية الحنفية في ازايز بلاستيك لي عشان المية الحنفية دي بيبقى عالجنها بالكلورين بالكلورين جاز فالكلورين جاز دوت بيؤدي لزيادة ممكن الكلورين جاز الموجود في الواتر يتفاعل مع البلاستيك فده يؤدي لزيادة فرص او معدلات الكنسر يبقى بيكوز بلاستيك react with كلورين جاز which is used in water disinfectant okay leading to the increase in the infection rates of cancer فيبقى عشان كما منفعش احط المية في زيادة بلاستيك كمان spreading environmental awareness among people to protect water from pollution ان انا اواعي الناس ان 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 توقوش اي حاجة في المية وازود وعي الوعي البيئي عند الناس اتطور محطات معالجة المية وتنقية المية ويحصل للمية كل فترة عشان اتطمن على المية للرايحة للشرب انها تكون مياه نظيفة وكده يبقى خلصنا الليسن بتاع النهاردة يارب نكون استفادنا ما ينساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس وستنونا في الليسن اشتركوا في القناة